السلام عليكم بيز بيحطان يوم أهلاً بكم في درس جديد حول مظيفة جديدة في اللغة الإنجليزية اليوم نقوم بمثل ما نسمى بربيعات لن نقوم بربيعات لما نقول بربيعات في كل نتذكروا الأيام والجول الهدف التعبير عن الغاية لن نقوم بربيعات بربيعات في اللغة الإنجليزية نعم كما تعلمون في اللغة الإنجليزية لدينا مختلف اكثر تستخدمين تستخدمين نعم لن نقوم بربيعات ولكن الأهمال التعبير وهي تقوم بربيعات و سوى تقوم بربيعات في اللغة الإنجليزية و سوى تقوم بربيعات و هذه تقوم بربيعات تقوم بربيعات تقوم بربيعات تقوم بربيعات I go to school in order to study I work to get the money I work in order to get money And I work to get money نفسه 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 هذا التعامل مهم جدا نفسه لدينا فور تو ليس لك ليس لك ليس لك ليس لك ليس لك مثل ايسار I go to school not to play أنه لمدة oppression ليس لك but to study i go to school in order not to play ليس لقب demonstration I go to school سيوا if not to play ليس launch أعلى بطو أعلم بذلك بعد المغاربة من هذه المغاربة أضع يعني إنفنية قائدة أعلى 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 أضع أعلى أعلى لتذهب إلى أجل أعلى أعلى تذهب أعلى أعلى أكلم أمم أعلى لنعجح دروس بإمتحام البكارندا لنعجح البكارندا لنعجح البكارندا لنعجح البكارندا هناك أيضاً آخرين مهمين جداً تعبيرين كالآخرين مهمين جداً يستعملوا لإمتعام الغاية وهما ثو ذات وبعضهم وبعد ثو ذات وبعد ثو ذات وبعد ثو ذات موت الفورب يعني يويل ولا كام وأحياناً نحط بعد ذلك فرب في السبجكت نحط فرب في السبب الثاني بطريقة نقول اي جا توسكول؟ سو ذات اي كان ستادي اي جا توسكول؟ اي كان ستادي؟ اي كان ستادي؟ اي كان ستادي؟ ها؟ اي جا توسكول بالنسبة ولكن يذهب الثاني هل تادي؟ او او رص obsessive حسنة بطريقة یا просوحدة يعني 就是 تحتاج بالنسبة يجمع كسب مالك اذا كان ستادي شعلك in order that I can get money alright or gain money لين إذن so that order that يشي بعدهم subject plus verb يعني موضع verb will or can plus يعني step alright subject plus verb right وكذلك subject plus verb in the present simple tense مثلا قلنا I work so that I get money or in order that I get or I earn or I gain money lot of money clear lot of money right فقط ملاحظة إذا كان ما قبل سوذات in order that فالباست simple tense هنا ويلت بحبود وكانت بحبود مثلا I say I went to school so that I could study I could study الباست قبل والباست كذلك الماضي بور clear I worked hard in order that I would gain money I would gain money clear gain money good now what is left تذلك هنا في النزيل التعبير يعني الشيء عجيب طب وهو four plus ing or four plus noun يعني four plus gerennd stem ing or four plus noun تذلك expresses the function of verbs in English I am here for studying I am here for my study clear I called you for help من أجل المساعدة all right I don't know I work hard for money من أجل المال all right clear or I work hard for gaining money for gaining money right so it's simply okay the commonest يعني الاكتر شيء عنه and widely used التعبير الاكتر شيء عنه مستعمال الإنغازية لتعبير عنه purpose ودائما نأخذ فقط اثنين من كل يعني function مش تسهل على أنفسنا التعبير في لغة الإنغازية نأخذ مثلا to and in order to clear وكذلك sell that and form هل make fun okay to express the function or purpose in my speech as well as in my right be careful about what comes after them make it better clear رمضنا في المجموعات وضعناها من أجل تسهيل يعني what comes after them for you thank you so much